خلونا نبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار اللي حصرت امبارح من بينها امبارح اجتمع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السيدة أنا كلعو ديا روس باخ المديرة تنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يو ان هابيتات ده علشان الإعلان عن تفاصيل استطافة مصر للنسخة الاثناشر من المنتدى الحضري العالم كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة المهندس أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة المكتب الاستشاري المسؤول عن متابعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لمتابعة موقف المرحلة الأولى من المبادرة واستعدادات المرحلة الثانية مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي أخبار كتير حصلت مبارح من بينها أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أنا كلاوديا روزبخ المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلا أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة في مجال التنمية الحضرية المستدامة في مصر وصلت رئيس الوزراء الضوء على الاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضر العالمي في نوفمبر المقبل وهو ما يمثل علامة فريقة في شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إذ يعد ثاني أكبر حدث بتنظيم الأمم المتحدة بعد مؤتمرات المناخ فيما يتعلق بما تتضمن هذه المنتديات من فعليات كثيرة تناقش العديد من الموضوعات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة وامبارح عقد بمقار الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للنسخة الـ 12 من المتدى الحضر العالمي بحضور أنا كلاوديا روسبخ المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من الوزراء والمحافظين والمسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ووسائل الإعلام ولفت الدكتور مدبولي إلى أن القاهرة تستعد الآن لاستضافة المنتدى الحضر العالمي موضحاً أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كان دائماً ما يختار مدينة صغيرة عند تنظيم المنتدى الحضر العالمي إدراكاً منه لحجم اللوجستيات وصعوبة التنقل والتحرك للأعداد الكبيرة المشاركة في هذا المنتدى وحيث من الممكن أن يتسبب عند تنفيذ بمدينة كبرى في ضغط وأزمة خلها مؤكداً أن اختيار القاهرة جاء كتحدي وثقة في الدولة المصرية مع كل المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفذها في منطقة القاهرة الكبرى لذلك فالقاهرة قادرة على تنظيم واستضافة هذه الفعلية المهمة للغاية فضلاً عن أن القاهرة تتميز بثراء التجارب العملية لكل البرامج والمشروعات التي يتبناها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كمان برحلت قد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقار الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمهندس أحمد عبد العظيم رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة المكتب الاستشاري المسؤول عن متابعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة وده لمتابعة موقف المرحلة الأولى من المبادرة واستعدادات المرحلة الثانية وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة اللي بتتم في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة في عشرين محافظة وبيزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن وتمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات ودخولها الخدمة بينما يتم حالياً لانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء تطرق للاستعدادات والتجهيزات اللي بتتم بصدد المرحلة التانية من المبادرة الرئاسية وبتستهدف تلك المرحلة تعزيز عدد من محاور التنمية وتحسين مزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات عديدة إمبارح أكد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن اللي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم 277 بتاريخ 15 فبراير الماضي وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني على دعم الدولة للفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول استراتيجي هام بيمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصري تعتمد عليه الكثير من الصناعات إمبارح شاركت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية من فعليات كل من إسبوع القاهرة السابع للمياه وإسبوع المياه الإفريق التاسع المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبحضور عدد كبير من وزراء الحكومة بجانب عدد من الوزراء الأفارقة ورئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من سفراء الدول ومجموعة من المسؤولين رفيعين مستوى ممثلين لكل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة ومنظمة الفاو وبنك التنمية الإفريقي وقال رئيس الوزراء خلال كلمته مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائم على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى وأكد أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصل التوافقي التي أنشئت عليه ستظل هي الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله كما حذر من المخاطر النتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة ومن أبرزها السد الإثيوبي والتشغيل الأحادي غير التعاون للسد الإثيوبي والذي قد يؤدي لعواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول وأيضاً أن الدولة المصرية تسع جاهدة لتنفيذ خطة وطنية شملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغزاء والبيئة بهدف تحسين إدارة الموارد المائية كما أشار إلى أن الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بقطع غزة بيعمل على منع الوصول للمياه والطاقة والغزاء كأداء للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب كما أن الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف فأقامت من معاناة المواطنين وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه إمبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد الحادي والخمسين لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة احتفلت القوات الجوية بعدها 92 على نشأتها وأكد الفريق محمود فؤاد عبدالجوات قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية بكل عزم في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ضمن منظومة العمل المتكملة للقوات المسلحة وذلك وفقاً لأحدث نظم التسليح العالمية في أنظمة الطيران القتالية اشتركوا في القناة